داخل أحد مطاعم دمشق القديمة يبهر أنس ذو السنوات الثلاث وأصغر درويج سوريا الحاضرين وهو يدور حول نفسه محافظا على توازنه إلى جانب بقية أفراد عائلته التي توارثت رقص المولوية الصوفية منذ قرن ويفرد أنس يديه بينما يرقص متوسطا والده مؤيد الخراط وابن خالته وتحلق أثوابهم البيضاء الطويلة حولهم عند دوارانهم بسرعة على وقع ابتهالات روحية تلازم هذا التقص الصفي خلال السهرات الرمضانية عائلة الخراط هي طريقة المولوية فيها تقريبا من أكثر من 100 سنة من عم أبي وجده الأبي صار تقريبا من 100 سنة هلأ أكبر واحد بعائلتنا هو عمره 85 سنة اسمه عبد الوهاب أبو محمود عبد الوهاب الخراط ويقوم أساس الرقص الصوفي على مبدأ الدوران حول النفس من اليسار إلى اليمين بلباس أبيض فطفاض مع التأمل لبلوغ النشوة الروحية ويطلق على مؤدي هذا الفن تسمية الدراويش أي البسطاء والزاهدين في الدنيا قبل الأزمة كنا نسافر ما خلنا دولة بالعالم لا أوروبية ولا عربية الحمد لله وطرحنا هذه المولوية حتى إذا بدك أكثر من الإتراك السوريين ولد هذا الفن في القرن الثالث عشر عندما أسس الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي الآتي من تشقند الطريقة المولوية الصوفية التي انبثق عنها الدراويش في قونيا في جنوب تركيا الحالية وتوارثت عائلة الخرات إحدى أكبر العائلات الدمشقية تقوس الصوفية جيلا بعد جيل ولم يتخلى أفرادها عنها رغم انشغالهم بتأمين متطلبات حياتهم اليومية في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد التي دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر ترجمة نانسي قنقر